بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبنائي طلاب مدارس منارات تبوك الأهلية السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم نواصل معا عرضا لدروس مادة الرياضيات في الصف الثالث نتوسط الفصل الدراسي الثاني ونبدأ اليوم بالفصل العاشر وهو الإحصاء والاحتمال والدرس الأول بعنوان تصميم دراسة مسحية فيما سبق درسنا في المراحل السابقة تنظيم البيانات باستعمال الجداول التكرارية أما الآن فسوف نتعلم كيفية تصميم دراسة مسحية والتعرف على الطرق المختلفة لاختيار العين ولكن يجب علينا أولا التعرف على بعض المفردات في هذا الدرس وسوف نتعرف عليها بشكل دقيق كل على حدة أولا العينة المجتمع الدراسة المسحية الدراسة القائمة على الملاحظة الاتق์ التجربة العينة المتحيزة العينة العشوائية الغير متحيزة تسمى العينة العشوائية البسيطة العينة العشوائية الطبقية والعينة العشوائية المنط rho من أساليب جمع البيانات هناك ثلاث أساليب لجمع البيانات أول أسلوب يسمى الدراسة المسحية وهو تأخذ البيانات من استجابات أفراد عينة من المجتمع للتوصل إلى استنتاجات عامة حول المجتمع أي مثلا لتحديد درجة رضا طلاب مدرسة عن فقرات الإذاعة المدرسية الصباحية يسأل مشرف الإذاعين من خمسين طالبا عن رأيهم في فقرات الإذاعة المدرسية أي أن المشرف الإذاع اختار خمسين طالب من طلاب المدرسة هو لا يستطيع أن يسأل جميع طلاب المدرسة لا يوجد لديه وقت ليسأل جميع طلاب المدرسة لأن عددهم كثير فهو اختار خمسين طالب عشوائيا وسألهم عن الإذاعة المدرسية إذن هذه تسمى الدراسة المسحية والخمسين طالب هم عينة من طلاب المدرسة التي هي المجتمع إذن طلاب المدرسة يسمون مجتمع أما العينة خمسين طالب هم العينة الأسلوب الآخر الثاني من الدراسة هي الدراسة القائمة على الملاحظة أي تسجيل البيانات بعد ملاحظة أو مشاهدة العينة وذلك لمقارنة ردود الأفعال والتوصل إلى استنتاجات حول استجابات المجتمع مثال تراقب شركة لصناعة الدماء بعض الأطفال وهم يلعبون وتلاحظ نوع الدماء التي يفضلونها أكثر ويستنتجون من ذلك أن الأطفال في عمر السنتين يفضلون الدماء التي تصدر أصواتا على تلك التي لا تصدر أصواتا فإذن الشركة قامت بالدراسة التي تقوم على الملاحظة والمشاهدة وليست قائمة على السؤال الآن الأسلوب الثالث من أساليب جمع البيانات هو الدراسة القائمة على التجربة حيث تسجل البيانات بعد تغيير العينة للتوصل إلى استنتاجات عامة حول ما يمكن أن يحدث خلال حادثة ما مثلا يقوم مراقب ضبط الجودة بتشغيل آلة بسرعة معينة عشر مرات إذن لاحظوا التجربة عشر مرات يقوم بالتجربة عشر مرات فإذا وجد أن المنتج يكون معيبا في كل مرة فإنه يستنتج أن المنتج سيكون معيبا في كل مرة تدور فيها الآلة بهذه السرعة إذن هو بنى استنتاجه توصل إلى استنتاجه عن طريق التجربة عشر مرات بهذه السرعة إذن هذه الدراسة قائمة على التجربة لنناقش المثال رقم واحد وهو كيفية تصنيف أساليب جمع البيانات ترغب جمعية خيرية في معرفة مدى رغبة الناس في تقديم التورعات للجمعيات الخيرية فوزعت ألف استبانة على سكان أحد الأحياء ما رأيكم؟ لاحظوا السؤال حدد العينة والمجتمع الذي اختيرت منه العينة هي الأشخاص الذين تسلموا الاستبانات وهما ألف شخص اختيروا من قبل الجمعية أما المجتمع فهم جميع سكان ذلك الحي الفقرباء يريد منه تصنيف صنف أسلوب جمع البيانات الذي استعملته هذه الجمعية ما رأيكم؟ هل هو دراسة مسحية؟ أم دراسة قائمة على الملاحظة؟ أم دراسة قائمة على التجربة؟ ما رأيكم؟ أبنائي أحسنتم هو أسلوب الدراسة المسحية هذا هو أسلوب الدراسة المسحية حيث تأخذ البيانات من استجابات أفراد العينة نحو الاستبانة من خلال إجاباتهم سوف يتم معرفة الاستنتاج المطلوب منا في السؤال إذن هذه الدراسة مسحية وليست قائمة على الملاحظة لا يوجد ملاحظة هنا يوجد بيان استبانة ويقوم الأفراد بتعبئتها ولا يوجد تجربة لم نجرب على السكان أو هذه العينة مرة مرتين ثلاثة لم نقوم من تجربة إذن فهذا أسلوب الدراسة المسحية ننتقل إلى تحقق من فهمك والسؤال هنا حدد العينة والمجتمع الذي اختيرت منه ثم صنف أسلوب جمع البيانات المستعمال في كلين مما يلي قامت مؤسسة مؤسسة للبحوث العلمية بتحليل ردود أفعال مجموعتين من الفئران تجاه السكر المجموعة الأولى طعام فيه سكر المجموعة الثانية طعام بلا سكر فالآن من يعطينا العينة؟ ما هي العينة؟ أحسنتم هي مجموعة الفئران الموجودة؟ أين؟ في مركز البحوث العلمية أحسنتم أما المجتمع من يعطينا المجتمع؟ نعم هو جميع الفئران الآن أسلوب الدراسة وأسلوب جمع البيانات ما هو؟ هل هو دراسة مسحية؟ دراسة قائمة على الملاحظة؟ أم دراسة قائمة على التجربة؟ لاحظوا أخذنا مجموعتين وبدأنا بالتجربة عليهم مجموعة أولى أعطيناها طعام فيه سكر الثانية طعام بلا سكر إذن فإن أسلوب جمع البيانات هو أحسنتم التجربة ممتاز ينتقل الآن إلى فكرة عينة متحيزة أو غير متحيزة هناك عوامل تؤثر في جمع البيانات والاستنتاجات التي يتم التوصل إليها فإذا كانت طريقة اختيار العينة تعطي تفضيلا لمجموعة معينة على مجموعة أخرى فإن العينة تكون عينة متحيزة أما العينة غير المتحيزة إذا كان لكل فرد منها الاحتمال نفسه في الاختيار وتسمى عينة عشوائية إذن تكون العينة غير متحيزة إذا كان لكل فرد منها الاحتمال نفسه فمثلا لو وضعت بطاقات في كيس بأسماء الطلاب وتم اختيار إحدى البطاقات سحب إحدى البطاقات من الكيس فهذه عينة غير متحيزة لأننا لا نعرف لم يتم تحديد الطلاب وأيضا نحن لا نعرف اسم الطالب الذي سوف يظهر على الورقة ويتم سحب الأوراق بشكل عشوائي إذن هي عينة غير متحيزة وأيضا عينة عشوائية رقام اثنين حدد في كل مما يأتي إذا كانت العينة متحيزة أم غير متحيزة وفسير إجابتك سؤال كل خامس شخص يدخل إلى متجر عن القناة الفضائية التي يفضلها لاحظوا هنا لم يكن لم يكتم تحديد الشخص أو تحديد عدد معين من أشخاص أو المكان فلذلك هنا العينة غير متحيزة لأن هذه العينة تتكون من أشخاص اختير عشوائيا أما في السؤال سؤال كل خامس شخص يدخل مكتبة لاحظوا هنا كلمة مكتبة تم تحديد المكان الذي سوف يسأل الأشخاص عن هوياته هوايته المفضلة هل تعتقدون أن الشخص الذي يدخل المكتبة إذا سألته ما هي هوايتك فهو بالتأكيد سوف يقول لك أن هوايته المطالعة لأنه أصلا قادم إلى المكتبة بهدف المطالعة إذن فهوايته المفضلة سوف تكون المطالعة فلذلك كيفية السؤال هنا متحيزة إلى الأشخاص الذين يدخلون المكتبة وأكيد سوف تكون إجابتهم مئة بالمئة أنهم يحبون المطالعة لذلك هنا هذه العينة متحيزة لأن الهواية الأكثر تفضيلا للأشخاص الموجودين في المكتبة هي المطالعة مثال آخر ممكن أن نقول سؤل كل خامس شخص يدخل إلى ملعب كرة القدم عن هوايته المفضلة ما رأيكم بهذا السؤال هل هي عينة متحيزة أم غير متحيزة طبعا بما أن بأن تسأل الأشخاص الذين يدخلون إلى ملعب كرة القدم فهم بالتأكيد يحبون كرة القدم ولذلك جاءوا إلى الملعب إذن فسيكون جوابهم متحيز إلى كرة القدم لذلك تكون هذه العينة متحيزة الآن ننتقل إلى تحقق من فهمك سؤال كل عاشر طالب يدخل المدرسة عن المادة الدراسية المفضلة لديه لاحظوا هنا لم يكن تحديد الطلاب بشكل دقيق وإنما عشوائي هذا أولا ثانيا لم تتم تحديد المادة الدراسية إذن هناك مواد كثيرة في المدرسة تدرس لذلك هنا العينة تكون غير متحيزة أحسنتم والسبب أكيد لأن هذه العينة المأخوذة من الطلاب عينة اختيرات عشوائيا في السؤال أثنين باء يريد مدير مطعام أن يتحقق من أن العاملين يخدمون الزبائن بأسلوب جيد فراقب أحد العاملين مدة الساعة في اليوم هو راقب لاحظوا أحد العاملين ولم يراقب العمال بشكل عام لذلك هذه العينة أحسنتم متحيزة والسبب لأن المدير راقب عاملا واحدا من العاملين في المطعم لمدة ساعة في اليوم الآن أحبائي ننتقل إلى الفكرة الأخيرة في الدرس وهي العينات العشوائية لاحظوا لدينا نوع من العينات ثلاثة أنواع النوع الأول العين العشوائية البسيطة ما هي البسيطة هي العين التي لها فرصة الاختيار نفسها كأي عين أخرى من المجتمع مثال على ذلك سحب سحب أرقام مئة طالب من كيس وإخضاع هؤلاء الطلاب لدراسة مسحية إذن هنا أي طالب سوف يكون له نفس الفرصة مثل زملائي في عملية السحب لأننا لا نرى البطاقات المسحوبة ونسحبها بشكل عشوائي إذن هذه العينة بسيطة العينة العشوائية الطبقية لاحظ طبقية إلى طبقات إلى فئات هي يقسم المجتمع إلى فئات متماثلة غير متداخلة مع بعض ثم يتم اختيار عينا من كل واحدة من هذه الفئات مثلا يختار الباحث عينات من صفوف مختلفة من الطلاب بناء على النسبة المئوية لهذه الصفوف في المدرسة ليعكس التنوع في هذه في صفوف المدرسة إذن هنا الطبقات هي فئات هي طلاب الفصول فصول المدرسة والاختيار هو الطالب من كل فصل فإذن فصول المدرسة هي فئات وهي طبقات من مختلفة من الطلاب لذلك هذه العينة تسمى طبقية آخر نوع هو العين العشوائية المنتظمة هي العينة التي يختار أفرادها تبعا لفترة زمنية محددة لاحظوا فترة زمنية محددة أو فئة محددة من العناصر مثال تفحص قطعة من خط إنتاج كل عشر لاحظوا الفترة الزمنية المحددة كل عشر دقائق يتم فحصها أو تفحص قطعة من كل خمسين قطعة أيضا تم تحديد عدد الفئة لنثبت هذه الفكرة من خلال المثال رقم ثلاثة وزعت الحيوانات في إحدى الحدائق إلى مجموعات تبعا لموطنها ثم اختير زوج من كل مجموعة بصورة عشوائية لفحص دمه الآن الطلاب حدد العين والمجتمع الذي اختيرت منه تتكون العين من أزواج الحيوانات التي تم اختيارها من كل مجموعة أما المجتمع فهو جميع الحيوانات الموجودة في الحديقة الطلب الثاني صنف العين أي نوع العين إلى بسيطة أو طبقية أو منتظمة ما رأيكم هنا تم توزيع أولا مجموعات تبعا لموطنها إذن وزعت الحيوانات على مجموعات فمختير من كل مجموعة زوج وهذه تشبه العين الطبقية حيث قسمت الحيوانات إلى فئات تلاحظوا قبل الاختيار لعشوائي من هذه الفئات إذن هذه العين الطبقية ننتقل إلى سؤال تحقق من فهمك حدد في كل مما يأتي العين والمجتمع ثم صنف العين إلى بسيطة أو طبقية أو منتظمة لاحظ السؤال ثلاثة أليف اعتمادا على المعلومات المبينة إلى اليمين وفي ندوة تعريفية يتم اختيار طبيب من كل قسم لاحظوا من كل قسم إذن لأطباء مقسمين إلى فئات ليقدم عشوائيا ليقدم نبذة عن الخدمات التي يوفرها المستشفى في قسمه الآن يجب علينا أولا تحديد العين ما هي العين أحسنتم هي الأطباء الذين يتم اختيارهم أما المجتمع فهو نعم ما هو المجتمع أحسنتم هو جميع الأطباء في المستشفى في المستشفى مستشفى الآن وصلنا إلى النوع العين النوع العين أحسنتم بماذا تشبه تقسيم إلى فئات والاختيار إذن الفئات هي طبعا طبقية لأنه يتم أولا تقسيم الأطباء إلى مجموعات حسب اختصاصاتهم ولو نناقش السؤال من تحقق فهمك من فهمك ثلاثة باء يفحص المدير في أحد المطاعم جودة الفطائر كل لاحظوا الفترة الزمنية المحددة كل عشرين دقيقة بدءا بوقت يحدد عشوائيا إذن علينا أولا تحديد العينة ومن ثم المجتمع ومن ثم التكلم عن نوع هذه العينة العينة ما هي أحسنتم هي الفطائر التي يتم فحصها كل عشرين دقيقة أحسنتم أما المجتمع فالمجتمع هو جميع الفطائر التي تقدم في المطاعم في المطاعم المطاعم الآن نوع العينة ما رأيكم بما أنه يوجد فترة زمنية محددة فإذا أحسنتم بالرجوع إلى المفهوم لأنواع العينات نجد أنها عينة منتظمة أحسنتم لأنه يتم فحص الفطائر كل عشرين دقيقة وهكذا أحبائي نقول قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن متابعتكم وليلقاء جديد في دروس قادمة إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر